السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالأسكندرية حالة التقس غداً لإسنين 22 نوفمبر 2021 وأخبار صر عن تحس النسبي في حالة التقس بس قبل ما نتكلم على التفاصيل ممكن حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصل ليك كل الأخبار الجديدة والحصرية يلا بنا نبدأ بيان الأرصاد تحس النسبي بتقس الغد واستمرار فرص الأمطار الخفيفة والعظمة بالكهيرة 20 درجة تتوقع هيطة الأرصاد الجوية أن غداً الإسنين يشهد تحسن النسبياً بشأن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى الكهيرة الكبرى وشمال السعيد كما يستمر إنخفاض درجات الحرارة ليسود تقسي لطيف على الكهيرة الكبرى والواجهة البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حارة التقسي ليلاً فسيسود تقسي مائل البرود على كافة الأنحاء وأوضحت هيطة الأرصاد الجوية أن غداً الإسنين ستكون هناك أمطار خفيفة وتكون رعضية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الواجهة البحري وقد تكون أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الواجهة البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء وعلى الدقهلية والغربية والشرقية والمورفية ونخلق وكاترين وعلى فترات متقطعة وبالنسبة لدرجات الحرارة غداً الإسنين الكهرة العظمة 20 درجة والصغر 15 درجة الأسكندرية العظمة 20 درجة والصغر 16 درجة ومطروح العظمة 20 درجة والصغر 15 درجة وسوهاجة العظمة 22 والصغر 15 وكن العظمة 23 والصغر 15 وأسوان العظمة 25 والصغر 16